اوكي المقطع هذا راح يكون طريقة عمل او جعل كمبيوترك الماك يصبح راوتر مثل راوتر العادي للانترنت يعني الواي فاي في البيت بداية عندي كني اله الايربورت اله الواي فاي نفسه شغلة حطي الان راح تلقاه اشتغل عادي ما فيه مشكلة فالحين انت حين مجرد ان الجهاز عندك قاعد يساوي بحث على اي شبكة واي فاي بس شون تخلي انت الكمبيوتر مالك يصير اوهو اصلا راوتر تخلي الناس ثاني يشبكون عن طريقك في دخول الانترنت بكل بساطة تذهب له System Preferences تضغط عليه بعدين تختار له Sharing تضغط عليه اختار الخيار هذا اللي هني اللي هو اسمه Internet Sharing بس اتعلم عليه راح يطلع عندك تحذير يقول له موافق Start وانتهى الموضوع في هذه الحالة على طول شوف شون تغير عندك ينساهم صار في وضعية انه يبث الانترنت غير عكس اللي قبل شوي كان اللي هو يبحث عن الانترنت الحين اي جهاز يحتوي على خاصية الواي فاي بس بمجرد انه يعمل بحث للشبكة راح يصيد له الشبكة اللي مثل ما نسميه عندي انا هورنت وهذه البساطة واتمنى ان شاء الله تكون هذه الشغلة يعني او تلميحه تفيد اصحاب الماك طبعا موجود الميز هذي في الويندوز لكن لها خطوات كثيرة يعني دش على ستعش الف شغلة عشان تفعل الخاصية هذي بهذه البساطة حين حولت له هو الجهازك نيسيراتور راح اكمل لكم في تكملة المقطع هذا ان شلون راح اوريكم راح اشبك عن طريق التلفون عن طريق اللي هو نفس الشبكة اللي هي سميناها هني عندي بالكمبيوتر مع لي اللي هي هورنت وراح اكمل معي تابع معي لو تلاحظوا حين علي ان لهو بالتلفون قاعد يشبك على الواي فاي هذي اللي هو هذي للنتورك هورنت صادها لهو للشبكة بده تصفح تختار لهو مثلا اي اي موقع راح يدخل على الحين طبعا الانترنت قاعد ياخذ من الهو الكبيوتر وليس من الشبكة التلفون نفسها